اشتركوا في القناة قرأت لكم يسعدنا أن نستقبل في هذه الحلقة الدكتورة رندا رزق الله لنقرأ معها في كتابها الذكاء العاطفي الذكاء العاطفي وهو صادر عام 2017 ولكن كتب 2006 كدراسة للدكتورة طبعا هذه الطبعة صادرة عن دار جمعية كمال بيروتي الثقافية جمعية كمال بيروتي الثقافية طبعا في هذه الحلقة سنتناول الباب الأول من الكتاب وفي الحلقة الثانية سنتناول الباب الثاني لأهمية الكتاب وخصوصا نحن في شهر أذار شهر الطفل أيضا يوم الطفل العالمي وهذا الكتاب مخصص للذكاء العاطفي لدى الأطفال والمراهقين وكل حيثيات هذا الموضوع أهلا وسهلا دكتورة رندا رزق الله على محطة مريم معنا أهلا بكم ومدام إقبال أنا بفتخير ويكون كتير مسرورة بأنك عم تستضيفيني وعم تهتم بكتاب مهم بعنوان مهم بيتناول شريحة كتير كبيرة من الأطفال والمراهقين نعم طبعا 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 رح نعرف تعريف صغير دكتورة رندا أخصائية نفسية دكتورة في علم النفس عضو الهيئة التدريسية في كلية التربية عضو الجمعية السورية للعلوم النفسية والتربوية وأستاذة جامعية في جامعة دمشق وهي عضو في جمعيات عديدة للتحليل النفسي كتاب الذكاء العاطفي يتضمن تسعة فصول في الباب الأول تحدد الذكاء العاطفي ما هو حيسياته وفي الباب الثاني هناك دراسات تجربية قامت بها الباحثة على الأطفال دكتورة يعني طبعا كتاب هام جدا التطرقت فيه إلى ذكاء العاطفي ولكن ما هو الذكاء العاطفي الذي نتكلم عنه وكيف يعمل عموما على تفعيل مهارات وقدرات الفرد أول شيء أول شيء طبعا بيتشكرك على المقدمة يا هلا بعدين بنا نحكي عن شو هو الذكاء العاطفي الذكاء العاطفي هو فكرة لاحظوا العلماء بأنه هي نتيجة الأبحاث الكثيرة على الذكاء العقلي ومقياس الذكاء العقلي لاحظوا بأنه مو هو اللي بيحقق النجاح وبأنه عنا شريحة كبيرة من الناس الناجحين ومقياس الذكاء العقلي بيعطوا معايير أو بيعطوا درجات محدودة فإذا وين الفكرة اللي بتخليهم ينجحوا أكتر أو المفاهيم أو المهارات اللي بتساعد على النجاح بالرغم من أنه الأيكيو ما له مرتفع متوسط أو طبيعي متوسط أو جيد يعني فإذا الفكرة الأديمة السابقة اللي بتقول بأنه لازم يكون الشخص عبقري أو زكي كتير وعملوا اختبارات الزكاء ورجون النتائج هاي الفكرة شوي مشكوك فيها فعملوا أبحاث لحتى يعرفوا شو هو الزكاء اللي عم يخلي هذا الشخص أكتر اجتماعية أكتر نجاح أكتر قدرة على الضبط انفعالاته الخاصة على فهمه أولا وضبطه وبعدين على كيف يتعامل مع الآخرين كيف بيقدر يدير المواقف مع الآخرين فمنعرف الزكاء العاطفي بأنه هو مجموعة المهارات يلي بيمتلك الشخص يلي منقول أوقات هذا شخصية عنده كاريزما مثلا فهو مجموعة الخصائص اللي بيمتلك الشخص بتساعده على النجاح يلي أهم فهم ذاته وعلاقته مع ذاته ما عنده حاجز بينه وبين حاله ما عنده شيء ما له فهمانه عن حاله بيقدر يكون صريح وواضح مع حاله بيقدر يعبر كتير بتلقائية وبكل ثقة والمهارة التانية اللي هي التفاعل مع الآخرين الانترا بيرسونال مع الآخرين كيف نحن بنعمل المندير علاقاتنا مع الآخرين وين حدودي وين حدود الآخر في سؤال الـ IQ إله مقياس وإله معايير وإله فحوصات هل الزكاء العاطفي إله نفس المعايير والمقييس والفحوصات لا يشوف قد نسبته كمان أكيد بعد ما يعني حددوا شو هي المهارات صار في عنا عدة نمازج للزكاء العاطفي لمهارات الزكاء العاطفي في نموذج عام مبسط فيه أربع مهارات في عنا يعني بتشمل الحالة الانفعالية والحالة كيف بتعامل مع المواقف الضغطة يعني موقف عنا ضغط نفسي ضغط بالعمل كيف هو بيقدر يتكيف ويتأقلم معه وعنا التعامل بعدين عنا إدارة الضغوط وعنا التقييم العام أو القيمة العامة للزكاء العاطفي ففي مقاييس محددة طلعت بأمير عدد باحث بيقدروا يفحصوا وشوفوا النتائج تماما بيقدروا يعطوا بنود مجموعة بنود يسألوا عنا وتطلع في علامات درجات معينة وتطلع إنه هذا جاب علامة منيحة الشي الحلو هو إنه نقدر نطور الزكاء العاطفي غير الزكاء العقلي الزكاء العقلي شوي عنا محدودين بشي بيولوجي نعم إنه من الولادة هيدا ذكاء وهيدا نسبة ذكاء التطور بيكون بسيط بمرحلة معينة بالطفولة فينا نطور الزكاء العقلي بدرجة معينة بس ما فينا نعمله الزكاء العاطفي فينا نطوره كتير من خلال تدريبات والمهارات والممارسات كتر من الكتاب والفلاسفة تناولوا هذا الموضوع ومن ضمنهم طبعا في دراسة لفرويد حول التفاعل بين الانفعال والسلوك لو نلقي الضوء على هذه الدراسة وهميتها في موضوع الذكاء العاطفي بالحقيقة هو الربط بين الانفعال والسلوك والتمييز بين الشيء العقلي المنطقي الفكري والانفعال من زمان هو حير العلماء والفلاسفة لأنه كتير كانوا يقولوا طيب أنا كيف بدي صير عقلاني كيف بدي بقدر أنا صير عقلاني مية بالمية بقدر حول حياتي إلى شيء منطقي وعقلاني وخلاص كله محسوب وكله مدروس وكله مثل ما بقرر مثل ما بخطط أنا بعرف الصح بس ما بقدر أعمله ليش أنا بعرف إنه هذا السلوك هيك هيك لازم ساوي مثلا أو هيك لازم اتصرف أو لازم اتعاطف مع الإنسان الضعيف وكذا وكون معه بس أنا ما عم بقدر أعمل هذا طيب شو السبب معناته هون فيه عائق تاني فيه شيء تاني هو اللي يدخل على قراراتي عم يعيقها من إنه هي تصل للتنفيذ من هالحق يعني هذا الشيء هو الانفعال نعم أو الشيء العاطفي الانفعالي يلي بلش من زمان كتير يعني مش عم يقدر يتحكم بانفعالاته تمام وانفعاليا عاطفيا ما عم يقدر ينفذ ينقل هالقرار على حياز التنفيذ فمن زمان العلماء انتبهوا لهذا الشيء وكان فرويد هو اللي أكتر حدا ما حكى عن الزكاء العاطفي ولكن حكى عن شيء يشبه الزكاء العاطفي اللي هو ننقل اللي طرح فكرة اللاوعي اللي هي مخزون المكبوتات والرغبات المكبوتة وركز أساسا على اللاوعي واللي بتطلع بتنتقل أو في عندك كبة مكبوتة هاي الرغبات والعواطف واللي بلحظة معينة هي اللي بتعقلنا الانتقال للسلوك أو للقرار اللي بديه وانه في حاجز بين الوعي واللاوعي وهذا الشي اللي ما عم يخلي الوعي كامل الوعي والعقلانية والمنطق إنه يكون كامل يعني يقدر ينفذ اللي بديه أو اللي بريده الانسان فمن هون كان عندنا كتاب العرض الكف والقلق يلي هون كتير واضحة في هاي الفكرة وظهرت العقلاني واعتمدوا على أفكار من مدرسه ولكن هلأ إذا منقول إنه كيف وصلنا لهون أو شو يعني هل ياتور لهذا الشيء أساس بيولوجي موجود حقيقة ولا إحنا هيك عم نحكي إنه آه في شي باللاوعي في شي بالوعي بعد ما تحسن أو أساس وراسي ممكن تمام وفي أساس كمان وراسي يعني من العائلة طبعا نحنا دايما منقول كل العوامل هي اللي بتسهم بشكل تفاعلي لتوصل تكوين للإنسان للإنسان سلوكه هاد ما في عامل واحد هو اللي بيودي لشي معين هلأ سؤال هل يختلف الزكاء العاطفي لأنه نحنا طبعا موضوعنا وموضوع الكتاب هو الأطفال والمراهقين وهذا الشي مهم كتير جدا ولكن هل يختلف الزكاء العاطفي لدى الأطفال عنه لدى المراهقين يعني هل في فروقات بالعمر بالاستعاب أو بالتطور أو هلا في دراسات طبعا يعني واضح إنه هو كل ما كبر بالعمر كل ما بتزيد مهاراته هلا قديش هو عنده قابلية للتعلم بيتعلم ويلقط هاي المهارات لأنه في حدا بتعلمي مرة تغريب يلقط المهارات في ناس بدون أكتر من مرة في ناس ما بيتعلموا بيرجع بعيد نفس الأخطاء ونفس فيه جمود يعني بين منطق التعلم هلا باقتراح اللي عملوه جولمان والباحثين كلهم مايا روسيلوفي وجولمان اللي حول الزكاء العاطفي إنه لا نحن بنقدر نطور المهارات عند الأطفال وعند المراهقين وعند البالغين فأكيد يعني الطفل الصغير أكتر قابلية للتعلم وأكتر إدراع التكيف والفهم للأشياء ممارسة تحويلها إلى السلوك بينما الكبير شوي بلا من أي عمر يبدأيا يعني منقول الأطفال حتى بأعمار صغيرة يعني في أبحاث عاملين طبقين هالبحث من أعمار صغيرة من ست سنين ولا المراهقة يعني فترة الطفولة والمراهقة هي فترة بناء الشخصية بعدين بيصير عنا بياخد وبيتعلم أسهل بالطفولة أما بالمراهقة أنا بشوف بالطفولة أسهل المراهقة لأنه بتجينا صعوبات المراهقة شوي بتعيقنا بتطوير والمهارات معينة يعني ببلش هو في عنده صعوبات خاصة بهالفترة هي اللي هي بيولوجية ونفسية وعاطفية ومزاجية حول المزاج فكل هدول بيودوا من ثورة ورفض وعنده تمام وحزن وفرحه وحبه وعلاقته مع جسده وعلاقته مع الآخرين ومع جنس الآخر وأفكاره المطلقة يعني يكون مشتت أكتر من الطفل فيك بينما الطفل هو بس بدي ورقة بيضة وتكتب أنت عليها لدي كيف نربي طفلا بخدرات ذكائية عالية أكيد في أطفال عندهم خدرات ذكائية عالية وفي أطفال بالمقابل أقل ذكاء يعني كمحلل نفسية ومهتمة بعلم النفس كيف نقدر نربي طفل أكثر ذكاء من الطفل أقل ذكاء هل هناك معايير هل هناك طبعا هل هنا هون دور الأهل دور المربيين دور المعلم ينتبه أول شي على مستوى ذكاء هالطفل يعني هذا شو عنده قدرات وين أنا لازم وين بقدر طور وين ما بقدر طور وين في شي بيولوجي صعب تطويره وصعب تغييره وين في شي بيعطيني بقدر انه طوره وبقدر نمي وكل طفل له خصوصية له فردية وخصوصية الأطفال اللي عندن ذكاء مرتفع ذكاء عقلي على الأيكيو بيجيبه ذكاء مرتفع ممكن نقول هدول أطفال جينوس ممكن نقول هدول مبدعين ممكن انه يكون عندن مهاء يعني إبداع معين بمكان معين بشي بمهارة معينة بيبدعوا فهدول ممكن انه نحن نشتغل معهم بكتير بالعكس دغري بتعلموا بسرعة بسرعة بيطوروا الذكاء العاطفي وبسرعة بيقدروا ياخدوا اميج وبياخدوا مركز وبيقدروا يحقوا نجاح لأنه في عندهم الباكراند الأساسي بنية عقلية وهون كتير درسوا العلماء العلاقة بين الذكاء العقلي والذكاء العاطفي قديش هالعلاقة انه هل ياتور لازم الواحد يكون كتير زكي عقليا لحتى يقدر يحقق مستوى عالي من الذكاء العاطفي أو لا يكون لأنه لا ما شرط أو ما في علاقة هي الحقيقة العلاقة في علاقة بيناتهم بين الذكاء العقلي والذكاء العاطفي ولكن هي علاقة ارتباطية علاقة جزئية ما لا علاقة كلية يعني ما بالضرورة اللي عنده زكاء عقلي عالي معناته زكاؤه العاطفي منخفض أو ما بيقدر يتدرب على الزكاء العاطفي وبالعكس صحيح كمان ف نقدر من الناس حتى في دراسات عملوها مع المتأخرين عقليا عملوا طبقوا هالبرامج على المتأخرين عقليا عملونا برامج خاصة وقدروا طولوا زكاء العاطفي يلي هو تواصل الاجتماعي قدرته على الثقة بالنفس قدرته على إدارة الضغوط يلي هو عمي عيشها يمكن بتعطي نتيجة زكاء عقلي اللي عندو إحاقة ما طبعا بتشوفي الفرق صحيح بتعطي فرق تشوفي الفرق واضح واضح يعني بيستفيد أكتر لأنه بيكون ركز طبعا هلأ أنت ذكرتي أنه في زكاء عاطفي زكاء عقلي وهناك زكاء انفعالي يعني ما هو الفرق بالنسبة للإنسان اللي من ومتخصص بعلم النفس وبيسمع زكاء انفعالي زكاء عقلي زكاء عاطفي شو الفروقات هلا هي كلها مفاهيم جديدة طارقة على علم النفس قدي عمره تقريبا يعني من الالفين بلشت دانيل جولمن وقت اللي نزل كتاب الزكاء العاطفي وانشهر كتير وصار أكبر حق أكبر مبيعات بأميركا فوقت عمل ضجة إنه شو هاد الزكاء العاطفي emotional intelligence شو هاد إنه هذا شي جديد فإنه نحن بنعرف الايكيو والزكاء والعقلي يلي لازم يكون يجيب أعلى شي بالرياضيات أعلى شي بالامتحانات المدرسة فهو هذا معناته زكاء عالي ولكن كان هو الأول المعروف مبدئيا والمتعارف تمام بالحقيقة لاحظوا إنه لو هو جاب آيكيو عالي ولكن قدرته على التكيف مع الوضع يمكن ما بينجح بالحياة تمام تمام قدرته على النجاح حياتا تحقيق النجاح يعني لما نلاحظ إذا بتشوفي أطفال أوقات بالمدرسة منلاقي ولد ما له كتير زكي ما له كتير بيقدر يلقط بيقدر يفهم بالعمق بسهولة ولكن بيقدر يحقق أول شي كاريزمة ومحبة الأنسة وبيفهم شو بدي الأنسة مني بدي آه أو المس شو بتطلب بدي مثلا نجاوب على هالإجابة يعني بيكون في عنده حس هيك إنه نوع من الحرب تمام نشوف كتير أولاد هيك عندهم هاي اللي كيف يعرف يتعامل كيف يحكي كيف يختار كلماته مع المس مع المديرة مع الأطفال ممكن يكون أكتر حساسية اي ممكن أكتر هيك بيقولون فتح أو هيك يعني عرفت كيف إنه هيك فهدول الولاد يعني بتلاقيهم هدول ناجحين اجتماعيا بيقلك إنه أنا ما جاء ما جاء تعلمات عالية بس بحبي حقق نجاح بيكون مدير بيكون بيحقق نجاح حتى بالمجالات الاقتصادية والإدارية والحياتية اليومية ممكن يكون مدير لناس لموظفين كثير يقدر يتعامل معهم إي لأنه الحياة الاجتماعية هو يعني أنشط وأنجح طبعا هاي منقول أزكى 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 هلأ نحن منقول أنجح وأشطر عادة بتجي مع الشطارة موعف نحن بمفهومنا العربي هلأ فيه نحن بعنا عنا خمس دقايق بس بدي استفيد منك بسؤالين عسرية كيف ندرك أنه طفلنا يملك ذكاء عاطفيا وهل هناك فرق بين الإناث والذكاء والذكور في هال المضمار يما لا ايه الدراسات يلي عملوها بمراكز الأبحاث بأميركا مايا روسالوفي وفي بارون الدراسات اللي سوى هي كانت تدل بأنه الإناث أكتر بمرحلة الابتدائية اللي نقول بالمدرسة الابتدائية الإناث أكتر ذكاء من الزكور بمرحلة بيرجعوا بيتساووا بمرحلة بالمراهقة بيقولوا الذكور بيتفوقوا بيتفوقوا بيصير بيصير أكتر بثقة برجولتو بذكورتو كذا يعني هذا بشكل عام أن الدراسات معمولة على عينات مخصصة بالمجتمع ما فينا نعممها بكل الدول ولكن حسب الدراسة بس بياخد فكرة وما بدأ أيان هاي تمام هلأ السؤال الثاني السؤال الأول إنه كيف بيدرك الأهل إنه عنده ذكاء عاطفي لا يقدروا ينوموه يطوروه بدقيق تانا تمام يعني أهم شيء أهم نقطة هي إنه يقدر يعبر عن حاله يعني هي التعبير عن الذات لما تشوف ولد عم يعبر عم يقول عم يكون صريح عم يحكي عم يشتكي كذا فهون بقول معناته هاد عنده خال ما بسكته أو بقول له لأ إنت هلا ما تحكي وهي مثل ما يعني بصير دائما مثلا إذا عطينا هيك مثال بسيط إنه هنن بصبحية مثلا بتجي البنت عم تحكي أو عم تعبر لأنتي مدخلك وسكتي ومين سألك ومن كذا طريق الترجم لا بالعكس نحنا ناخد هالشي ونرعا نشجعه طبعا هون دور الأهل كتير كتير مهم أهم الشي يمكن يعني دكتورة راندا طبعا نحن أنهينا الحلقة الأولى أو الجزء الأول من الكتاب لأهميته وفي الحلقة الثانية أي الجزء الثاني سنتناول الدراسات التجربية التي قامت بها والأبحاث في هذا المدمار شكرا دكتورة راندا وإلى اللقاء أصدقائي في حلقة جديدة من برنامج قرأت لكم